السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا مع بعض نسمع بن شبير يقول عن لاعب جديد سيكون مع بيت كوفيتش يا طرى من هو اللاعب جديد بيت كوفيتش هذا اللاعب يا طرى من هو أتمنى من الأخوة المتابعين على قناتي طبعا أشكركم جميعا على دعمكم لي أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك وتعالوا نشوف من هو اللاعب الجديد مقابل قدومه قد يعني تقلص نسبة احتمالية عودة رياض محرز إلى المنضخب الوطني الجزائري الآن عندك حاج موسى عندك كايطان وضفلهم قوليس كلهم لاعبون شباب ينشطون هل هو أحسن نعب جزائري حاليا في الرواق الأيمن أمني؟ في الرواق الأيمن نعم يلعب منذ موسمين تقريبا أساسي رغم صغر سنه مع كريستال بالاس في أقوى دوري بالعالم قوي جدا بنية جسمانية ما شاء الله طمر الطولي رائع قوي في المهارات في المراوغة سريع لذلك سيكون إضافة ودعم كبير جدا المنتخب الوطني الجزائري ميدو أوليس ممتاز جدا لكن علينا أنه غير من المنصب بعض اللاعبين الاستفادة منهم جميعا لما تشاهد أنه لو يأتيك أوليس راح يكون عندك الجهة اليوم أوليس لا تحدث عن المحرز والباقي تحدث لعبين سيغارسة يكون عندك أوليس وبو الناني وقيطان وحاج موسى أربع لعبين بالإضافة إلى دمونس في سنة 28 أوليس لديك أربع لعبين يلاعبون في منصب واحد هنا على المدرب أن يكون أكثر ذكاء واحدة من خلال محاولة التنوى وإيجاد منصب للعبين أخرين على الأقل لأنه ممكن أنك ما تستدعيش الأربع لعبين ممكن تناحي واحد لكن ما تقدرش الضحي بلعبين بلعب آخر ممتاز من هؤلاء الأربعة ولا يكون في القائمة أوليس لعب جيد لكن صعب محمد صعب أنك تعود رياض محرز في الجهة اليمنى لأن رياض محرز قدم أداءات كبيرة خاصة في النادي التاعه لما كان في ليستر سيتي أوليس لازم يكون محمد لينسيك في رياض محرز يعطي لك مردود أكبر من ما أعطاه رياض محرز هذا هي كرة القدم دائماً لما لاعب يكون في متخب وطني ما أو في فريق ما لازم يكون أداء تاعه راقي لازم يكون أداء تاعه كبير لكي يكون أحسن من اللاعبين السابقين نعم والحديث دائماً عن رياض محرز هل سيعود أم لن يعود؟ يستطيع العودة محمد يستطيع العودة مع رياض محرز يقدر رياض الإضافة ما زال يعني قادر على أن يعطيك حل من بين الحلول لأن رياض محرز لعب عنده خبرة كبيرة في الميادين الأوروبية والميادين الأفريقية أيضاً هو يعني في مشواره هذا كله محمد عنده يعني عنده سيرة ذاتية مملوئة محمد إلا بالأشياء الإيجابية رياض محرز ما تستناش محمد أنه يقوم يعني بمباراة في تسعين دقيقة يقوم بكل شيء لكن محمد في رياض محرز في جسئيات صغيرة يقدر يغير لك منحنة مباراة يقدر يعطيك الإضافة حتى الآن رأنا نشوفوه في النادي تعو كيف راه يسير بالرحمة فاز على نوت مع نادي ليو 3 واحد هذا الأسبوع بالرحمة تسير أمره بشكل جيد منذ التحاقي بنادي ليو الفرنسي نعم عودته إلى الدور الفرنسي بعثت مشوره من جديد عندما تراجع مستوى كثيرا في الدولة الإنجليزية مع نادي واستهام وقلت دقائق لعبها الآن يلعب أساسيا بشكل منتظم مع نادي ليو يقدم الإضافة في كل مرة يشارك فيها حتى مع المتحب الوطني الجزائري شاهدناه متحرم كثيرا مع المدرب الجديد لذلك أموره تتحسن من يوم لآخر نعم رايان أيت نوري هو أكثر طهير أو مدافع نجاحا في المراوغات في البريمير ليغ هذا الموسم بواقع 55 مراوغة ناجحة لحد الآن وبنسبة عدة 61% من المراوغات الناجحة لاعب مهاري لاعب مهاري أيت نوري لاعب عنده رجل يسرى سحرية لاعب اللي في المباراة الأخيرة شاهدناه كيف المدرب بتاعه داره كجانح أيمن وإن شاهدنا الأماكن المفضلة للعبين اللي يلاعبوا بالقدم يسرى دائماً يلاعبون على الجهة اليومية مثل ميسي أو محرز أو هاد لاعبين فودان هناك عدة لاعبين برناردو سيلفا شاهدنا أيت نوري في المباراة الأخيرة قام بمباراة كبيرة وكان جيد خاطر بالنسبة للفريق الخصم وإنه يعني يدار عدة لاقطات لاعب ممتاز محمد الأداة هو ليتكلم عليه هاد الموسب نتمنى أنه يسير بنفس الخطأ ويقعد يعني في نفس المنوال نعم ميدو؟ نوري أنا قد قلت لك من المرة الماضية كما نتحدث على المباراة المنتقبلات أنا قلت لك سيلفا فهد تعداد ليراهو سيلفا 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 يعني ممكن أنه يلعب في نادي كبير وكبير جداً في أوروبا في السنوات المقبلة لذلك إن شاء الله يواصل على هاد الطريقة ويقدم في موسمة أو في مباراة أموم وسطهم هاد الأسبوع تقريباً شارك كالجنح أيمن وليس كالدائر أيصر ويقدم أداء جيد لأنه تقني الممتس جداً وعنده السرعة ويدافع ويهاجم بنفس الطريقة لذلك مع مدربه في ويرفر هامتر يعيش أفضل فتارات مشواره الكورابي كان مدرب ليفهموه وقدر يوضع ثقة في إمكانياته نعم ياسين بنزية شجة تنائية هذا الأسبوع منها هدف من مخالفة معاشرة في الدور الأذاري نعم نتمنى أن يغادر الدور الأذاري ويعود إلى أوروبا على الأقل يعود إلى مستوىه الحقيقي ويستفيد منه المتخب الوطني الجزائري في قادم الأيام من راجت بعض الأخبار هذا الأسبوع حول إمكانية تعودت رياض محرز إلى ناديه الأول في إنجلترا نادي ليستر سيتي من أجل أن يختم مشواره الكوراوي هناك هل هذه الأخبار قابلة للتصديق هل يمكن أن نرمحها للمرة أخرى في البريمار ليك؟ أكيد لولي ما لا لو يعود إلى الدول الإنجليزي سيعود إلى مستوى على الأقل سيعود إلى الفورما اللازمة في السعودية تشعر كأنه محرز يلعب من أجل اللاعب وفقط حتى أنه لا يستمتع في المباريات مثل ما كان يفعل في الدول الإنجليزي لذلك عودته إلى ليستر سيتي حسب رأيسة تكون قراراً إيجابياً وإيجابياً جداً حسين يستطيع العودة محمد لو فارق ليستر سيتي يطلع للقسم الأول لبريمير ليك يعني في إنجلترا رياض محرز له كل حدود أنه يرجع لهذا النادي لأن هذا النادي هو اللي يعني تم اكتشافه اللي تم يعني رياض محرز وقدم أداءات كبيرة في هذا النادي حتى وين هناك شارع مكتوب على اسم رياض محرز هذه حافزة رح يكون لرياض محرز لأنه يعني عنده تاريخ جميل في هذا النادي وين أخذ معها لبريمير ليك أخذ أحسن لاعب في إنجلترا رح يكون رد للجميل بالنسبة لفريق ليستر سيتي من طرف رياض محرز ميدو تعليقك على هذه الأخبار إن صعد ليستر سيتي من الشمبيونشيب قد يعود أعتقد أنه محرز أخطأ بالانتقال للدور الشعودي دور الشعودي صحي يعطيك أموال كبيرة أو جابوا لعبين لكن المستوى الدولي لا يمكن أن يرقى بتاتا للدور الإنجليزي الممتاز وهذا ما يحدث مع محرز حدث مع جوردان هندرسون في الاتفاق يحدث مع بنزيم الذي يتجه هو الأخ لمغادرة ندي الاتحاد في نهاية الموسم المشاريع التي تبني على أموال طائلة باستخدام النجوم لا يمكن أن تنجح لأنه المشروع الصيني كان سباق وكان أفضل مثال بدأ يتراجع من مشروع السعودي حتى اللعب اليوم شفنا رأينا شرق الأسبوع قد قام بتصلاح قال فيه لو يمنحون لاني 600 مليون أورو فشار في الأسبوع فلننتقل إلى الدور السعودي ميشيل فايزل ضاهير أي من فردر بريمان هل يمكن أن نراه في المنتخب أمين؟ هل يمكن؟ ممكن لأنه هناك معلومات على أنه اقترب أو حصل على الجنسية الرياضية الجزائرية المؤكد هو أنه السيد رئيس الاتحادية الجزائرية القدم وليد صادي بمعاية المدرب الجديد بلاديمير بيتكوفيتش يسارعان ويسابقان الزمن من أجل جلب لاعبين جدد إلى المنتخب الوطني الجزائري كنا تحدثنا قبل قليل عن أوليز فايزل حديث أيضا عن مدافع مارسيليا جيغو وهناك العديد من الأسماء الأخرى التي من المرتقب أن يتواصل معها رئيس الاتحادية ببغية استقدامها إلى المنتخب في التربصات المقبلة ترجمة نانسي قنقر